اشتركوا في القناة يعني انا دلوقتي عايز بيء التطوير متكملة او بيء التطوير عموما او ما يسمى بال IDE اللي هو البرنامج اللي انا هكتب عليه الاكواد الخاصة بيا واشغلها واجربها وانتج بيها تطبيقات ازاي اختارها بص انا فاهمك القصة علشان انت تختار بنفسك افهم معايا في البداية خالص الاكواد او السورس كود عبارة عن ملفات نصية صح كده وإلا انت مش تعرف تتعامل معاها يعني عمرك شفت ملف سورس كود بايناري ده ازاي بيبقى ملف نصي لان الكود ده حاجة تتكتب علشان تنتج بيها التطبيقات اوكي حلو قوي وفي حاجة اسمها كومبيلر هي اللي بتعملك التطبيق عن طريق هذا الكود صح كده بناء على اللغة اللي انت شغال بيها بس مبدئيا كده انصحك نصيحة هدية مني ليك خلاص علشان بحبك بس تركز معايا وانت بتذاكر احسن حاجة تعملها تشتغل بحاجة ما بتدعمش ولا بتساعدك في اي حاجة عارف ليه علشان تاخد خبرة وتكتب بايدك وتتعلم وتلم كلمات ويبقى عندك خبرة جمدة جدا 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 فوق ما تتخيل بفضل الله ده كده وانت بتذاكر مش في الشركة لاحسن تروح في الشركة تروح مش اتغلهم النوت باد لأ لقد اينا صحة مني ليك وانت بتذاكر وانت بنفسك هتحس بالفرق اوكي طيب يبقى الاساس ايه خلاص فتحت النوت باد فتحت الشي ايدت على انظمة اخرى الى اخره انت شغال وبتكتب اكواد عادي جدا ما فيش اي مشكلة تمام تيجي بقى تبص انت دلوقتي هتشتغل بلغة من اللغات الاي دي اي بتاعك حسب اللغة اللي انت هتشتغل عليها يعني مثلا انت لو هتشتغل سي شارب ليه تروح تكتب علي برامج غريبة ما انت عندك فيجوال ستوديو مايكروسوفت بتدعمه وعملاله شغل رائع جدا وتسهيلات رائع جدا في حاجاتهم هتشتغل فيجوال بيزيك دوت نت نفس القصة فيجوال ستوديو تيجي تقولي انا هشتغل بايسون اه هنا بقى البيسون هتلاقي ايه البيئة الخاصة بالبيسون تمام ممكن تخدمك وممكن في بعض الاوقات تحس ان هي مش بتسهل عليك اللي هو الايدل اللي بينزل معه البيسون فتبدأ تدور على حاجة زي بايت شارب مثلا تمام او تشتغل باي محرر اخر بس خد بالك ان في حاجات بتكون ليست مجانية تركز في دي انت عايز توافق بين الاتنين عايز حاجة تكون مجانية وتكون ايه مريحة في حاجات تاني بتشتغل مع جافا كويس جدا يعني عندك مثلا الاكليبس لو انت تشتغل مع جافا ممكن تختار الاكليبس ممكن تختار النيت بينز يعني خد بالك انت هنا بتغير بتغير الاي دي اي بتاعتك بناء على اللغة ركز في دي بناء على اللغة اللي انت شغال بيها جيت مثلا اشتغلت بكوتلين كوتلين مين اللي عاملها مش جيت برينز صح خلاص يبقى انت هتنزل انت الاي جي تمام وهتشتغل عليه صح ولا لا صح يبقى انت هنا بتغير بناء على لغة البرمجة اللي انت شغال بيها هتشتغل بلغة الرينج مسلا لغة البرمجة رينج هتشتغل بيها تقوم تشتغل على ايه على الرينج نوت باد فيه ادوات وفيه فورم وفيه ديزاينر وفيه حاجات جمدة بفضل لا تشتغل بيها ومعمولة بالرينج نفس القصة يبقى انت هنا اخترت بناءا على ايه مع العلم ان الرينج ممكن تدعم على فيجوال ستوديو كود ممكن تدعم على نوت باد بلاس بلاس ممكن تدعم على الاتوم ممكن تدعم على حاجات تاني ما فيش اي ما عنديش اي مشكلة في الكلام ده ولكن اللي انا عايز اوصله لك انك انت لما بتختار لغة لو لقيت ان الشركة اللي عامل اللغة او متبنيا اللغة عاملها حاجة كويسة خلاص امسكها ممكن مثلا تختار مع اجابة جي ديفولبر او راك اللي عاملها ليه لا اه تمام يبقى انت هنا بتختار بناءا على لغة البرمجة بتاعتك طيب حاجة عامة ممكن تلاقي حاجة زي فيجوال ستوديو كود برنامج خفيف مجاني رائع نازل بسهولة على الكل انظمة تنزله وتشتغل بيها اي لغة ايه المشكلة تنزل الاكستنشن بتاعها وتشتغل بيها اشتغلت جافا اشتغلت سي شارب اشتغلت بايسون اشتغلت اي لغة هتلاقي بيدعمها لان اللغات اللي بتطلع بتدي البرامج لزي كده اكستنشنز او باكتجز بتشغلها اخترت سبلايم تيكست اخترت اي يعني كود ايدوتور او اي اي دي اي انت هتختاره اهم حاجة يكون مريحك انت نفسيا وانت شغال في الشركة خد بالك بركز معك في دي ليه علشان انا لازلت بنصحك ان انت لما تيجي تتذاكر ما تخليش ال اي دي اي بتاعك تساعدك ولو هتضعف قدام المساعدة بتاعتهم اشتغل على النوت بادل عادي في الويندوز او الجي ايدت او اي حاجة من الحاجات اللي هي ما بتساعدكش خالص بحيث انك انت تاخد خبرة وانت بتذاكر ركز على دي لانه انت في الشركة شغال لازم تشتغل بحاجة بتنتج على طول مش هتقعد انت تكتب كل حاجة بيدك اوكي فهنا انت بتختار ال اي دي اي بتاعتك بناء على اللغة بناء على راحتك النفسية لهذا ال اي دي اي لانه هو ممكن يكون بيريحك ما بيريحش غيرك في ناس شايفها مثلا انه هو مرتاح على دريم ويفر خلاص اوكي الناس تقولك لا انا لازم اكتب بالكود فانا هشتغل مثلا على براكتس في الويب يقولك انا لازم اشوف كل حاجة انا كتبها وماش مهم عندي أشوف مثلا сколько انا بعمله الوقت الحالية يعني ممكن اشوفه عادي في اله التم اللي بتاعتي او في الصفحات بتاعتي اين كانت تمام فانت هنا فاخذ بالك ان كل مطور مطور ليه راحة نفسية في الكود ادتور بتاعه وفي بعض المصممين يحب البلاك او البلاك ستايل بتاع او الدارك يسموه دارك يسموه بلاك يسموه زي ما يسموه المهم اللي هو ايه؟ ان الشاشة تبقى سودة وان الكلام يبقى فاتح تمام؟ في ناس تانية تحب ان الشاشة تبقى فاتحة والكلام يبقى غامق ده كل ده ايه؟ راحة نفسية ليك انت لان كل ما انت ما ترتاح وانت شغال كل ما هتنتج شغلة افضل بفضل الله الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وتتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وهتاكد تواب على كل حاجة بتنشرها من الياس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة